حددت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق عمر البشير المنظورة أمام القاضي الصادق الأمين الفكي حددت الرابع عشر من ديسمبر القادم موعدا للنطق بالحكم في الاتهامات الموجهة ضد الرئيس المخلوع والمتعلقة بالتعامل غير المشروع في النقد الأجنبي كما حددت المحكمة الرابع والعشرين من الشهر الحالي موعدا لإداء مرافعة الاتهام الختامية والثامنة من ديسمبر القادم موعدا لمرافعة الدفاع نحن نعتبر أن المرحلة القادمة هي مرحلة مرافعات وسنتقدم بمرافعة بعد الاطلاع على كامل المحضر بصورة تؤكد براءة السيد رئيس الجمهورية السابق مشير عمر حسن أحمد البشير وأن هذه المبالغ كان يتصرف فيها بحكم وضعه السيادي وبحكم وضعه الدستوري في مسائل متعلقة بالأمن ومتعلقة بالصرف على بعض المسائل الخاصة وأن المبلغ نفسه ليس جزءا من الميزانية وإنما جاء من جهة خارجية مقدم له لتصرف وفق موجهات معينة وقد قام بهذا الدور وليس هذا موضع اتهام لرئيس الجمهورية بمثل هذا المبلغ فهو يتصرف في عشرات الأضعاف من هذا المبلغ في قطر مختلفة وبصلاحيات دستورية بحكم وضعه الدستوري اشتركوا في القناة